في السقاء كحبات اللؤلؤ التي تنحدر حبة بعد حبة حلو المنطق كأن نظمه خرزات نظم ينحدر أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلى الناس وأحسنهم من قريب غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة له رفقاء يحفون به إذا تكلم سمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره فقال زوجها هذا والله صاحب قريش والله لو كنت معه لاتبعته ولأجهدن إلى ذلك سبيلا ولأجهدن إلى ذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا يعني كان خير الختام في هذه الحلقة أننا نذكر وصف أممنا